يصادف اليوم اليوم العالمي للطفولة الذي يذكرنا جميعا بما للطفل من حقوق كفلتها الأخلاق والرأف والضمير الإنساني قبل أن تكفلها الشرائع والاتفاقيات التي أبرمتها الدول وأكدتها المنظمات المعنية حقوق تكفل للطفل بمجملها حياة كريمة وجوا صحيا يشب فيه عن الطوق إنسانا واعيا وحاملا رسالة إرث لم يحرم منها يوسف الآن لديه المزيد من التفاصيل عن اتفاقية حقوق الطفل العالمية اتفاقية مهمة جدا معظم الدول وقعت عليها والآن في مناطق الصراعات ما الذي يمكن فعله لتطبيق هذه الاتفاقية في الصراعات وفي غيرها لكن في الصراعات هي مثلها مثل كثير من اتفاقيات الأمم المتحدة التي يتم التوقيع عليها ومن ثم يعني على كل ما الذي ضمنته اتفاقية حقوق الطفل والتي هي من أهم الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة وتلزم موقعين عليها في بنودها تم تبني الاتفاقية في العشرين من نوفمبر من عام 1989 بدأ العمل فيها بعد ذلك بنحو عام يعني نتحدث عن ربع قرن تقريبا حقوق مطلوبة لكل طفل الحق في أن يكون له اسم وجنسية منذ لحظة ميلاده في مشكلة في هذا الموضوع حتى في مناطق غير الصراع في موضوع جنسية أحيانا خاصة فيما يتعلق بمنح جنسية الأم للطفل يعني منح الطفل التسهيلات والفرص التي تسهم في نموه العقلي والجسدي والروحي والخلقي والاجتماعي بشكل سليم في جو تسوده الكرامة والحرية وتوفير الحماية الخاصة له يجب أن يتمتع جميع الأطفال بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يكونوا مؤهلين للنمو بشكل صحي وسليم إذا كان فيه ضمان اجتماعي توفير الرعاية والحماية للأم قبل الوضع وبعده وهذا موضوع صحي توفير الرعاية للأم ولموضوع الوضع وهذه مشكلة أخرى أيضا من بين هذه الاتفاقية وبنودها ضمان حق الطفل في الغذاء والمأوى وماكن لللهو والخدمات الصحية كلام يبدو ترفا في أيامنا هذه لا كلام مهم جدا هذا يوسف ولكن نحن نعود إلى المبادئ الأساسية أبسط المقومات وأبسط الحقوق توفير الحماية وإبعاد الطفل عن مصادر الأذى صحيح هناك أيضا حقوق أخرى للأطفال المعاقونة جسديا وعقليا ومن تم إقصائهم اجتماعيا لهم الحق بالتربية والعلاج والعناية اللازمة وضمان نشأة الطفل برعاية والديه في جو من الحنان والأمن المادي والمعنوي ويمنع فصل الطفل عن أمه إلا في حالات خاصة خيرا نتحدث عن بعض التفاصيل الأخرى لهذه الاتفاقية من بينها ضرورة توفير العناية الخاصة للأطفال المحرومين من الأسرة والأطفال الفقراء الحق في التعليم بحيث يكون التعليم إلزاميا مجانيا على الأقل في المرحلة الإبتدائية مجانيا وإلزاميا حظر إجبار الأطفال على العمل في جميع الأحوال أو الاقتراب من المهن أو الأعمال التي تشكل خطورة على صحتهم وحياتهم أو تقف عائقا أمام تلقيهم العلم أو تعمل على عرقلة نموهم العقلي أو الجسدي مسألة مهمة عمالة الأطفال يوسف لكن للأسف في عدد من دول العالم الحاجة الفقر أو الفقر وسوء المعيشة تدعو هذه الأسر إلى دفع أطفالها للعمل والآن لدينا اللجوء موضوع هذا أيضا اللجوء لدينا تجنيد الأطفال هذه مسألة ظاهرة خطيرة نلوزها اليوم في عدد من المناطق للأسف في منطقتنا العربية في اليمن تحديدا هناك أطفال مجندين من قبل الميليشيات لخوض هذه الحروب أخيرا نتحدث عن نقطة وهو اثنتين بقيتا وهي ضرورة حماية الأطفال في أنحاء العالم من جميع أشكال التمييز العمصرية أو الجنسي أو الديني والعمل على غرس روح التعاون والتسامح والسلام والأخوة العالمية في شخصية الطفل وثيقة مهمة جدا ومهمة ومن الضروري فيها درجة كمال غير متصورة أحيانا ولكن أحيانا البعض يقول أنه يجب أن يكون الصقف مرتفع على الأقل تحقق بعض من هذه الأهداف صحيح وتحتفي الأمم المتحدة اليوم في كل 20 من نوفمبر سنويا بيوم الطفل العالمي يوم تقول منظمة يونسيف التابعة للأمم المتحدة أن الهدف منه التركيز على حقوق الأطفال وسبل العمل على حمايتها وضمانها هذا الفيديو الذي تشاهدونه الآن من إنتاج اليونسيف الفتاة التي ظهرت فيه طفلة سورية لاجئة تؤكد بشهادتها التي سجلت قبل أقل من عام على عجز المجتمع الدولي عن التزامه ولو بالاقتراب من تحقيق ما تعهد به منذ ربيع قرن في هذا العام أطلقت يونسيف مبادرة مختلفة لتسليط الضوء على آمال الأطفال تحت اسم قصص قصيرة شارك فيها أكثر من 200 كاتب وكاتبة وانضم إليها أطفال صغار أيضا تركزت فكرة المبادرة على قصص قصيرة جدا كتبها كل من شارك فيها قصص عن الشجاعة والوفاء والإخلاص وغيرها من قيم الحياة الجميلة التي يحلم الأطفال في أن تكون جزءا من عالمهم الذي يعيشون فيه إذن مهند يونسيف على الأقل طالما أنه لا نلبي لهؤلاء الأطفال ما علينا أن نوفره لهم على الأقل نتحدث عن أحلامهم بالمناسبة للإنصاف والأمانة اليونسيف تقوم بعمل رائع وعمل هائل في الكثير من دول العالم ليس فقط في مناطق النزاعات ولكن في دول عديدة أنا عملت مع المنظمة لفترة من الوقت وزرت عدد من الأماكن التي تنشط فيها اليونسيف يعني العالم بدون اليونسيف سيكون مختلفا تماما فيما يتعلق بالأطفال هي مبادرة أيضا جميلة من اليونسيف هذا العام كي تغير النظرة النمطية ويعني أعتقد أن لدينا شاهد على هذه المبادرة الليلة سنتحدث عنها للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا من أسطنبول المتخصصة في أدب الأطفال قولنار حاجو سيدة حاجو مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار كنت تقول غرفة الأطفال غرفة الأخبار نتحدث عن هذا اليوم يوم الطفولة وأنت لديك أنشطة مهمة جدا في هذا المجال عندك دار نشر وأيضا تنظم عدد من ورشات العمل حدثين أول عن هذه الأنشطة ما الهدف منها من الذي يشارك فيها أول شي شكرا كثير لكم على استضافتي والموضوع مثل ما قلت أنت كثير كثير مهم حاليا والطفل السوري يعني وضعه معنى أبدا سهل يعني للأسف بس دائما مثل ما قلتوا بالتقرير يعني فيه هذا جانب المشرق لأن احنا أو أنا شخصيا وبدعوا لكل أنه نركز عليه يعني مثل ما عم تعمل اليونسيف وغيره من من بعض الجهات الأخرى اللي هي أنه دعم الطفل يعني دعم المحافظة على طفولة الطفل الباقية له عن طريق كتير شغلات أحد مثل بعض هاي المسابقة اللي عملتها اليونسيف الشي اللي أنا عم بعمله وبيعمله كتير غيري الحقيقة هلأ أنا مبدئيا كاتبة ورسام بعمل قصة أطفال وهلأ من خلال سنة الماضية أنا صرت مركزة كتير على موضوع الورشات ورشات مع الأطفال السوريين ورشاتي اللي عم بشتغل فيها هي هدف الأساسي ودعم نفسي بس أنا بحاول بهاي الورشات أنه هدو الأطفال عايشهم فترة أنهم يحسوا أنهم أطفال طبيعيين ومعنهم أطفال لاجئين بحاول رجعهم لطفولتهم نقرأ قصص ومنرسم وحتى قلته كلمة هيك نقالت كلمة هي بالتقرير عن اليونسيف أنه أحلام الأطفال فأنا عندي دائما بورشاتي بعمل تمرين دائما نحن نعمل كتاب الأحلام أنا والأطفال فكل طفل بيحلام ونرسم هذا الحلام ونكتبه بالأخير نعمل أطفال جولنار ما أكثر ما لفتك في أحلام الأطفال في هؤلاء الأطفال الذين تتحدثين معهم وتشاركينهم أحلامهم في هذه الظروف الصعبة ما أكثر ما يتحدثون عنه الحقيقة متفاوتة وبترجع لوضع الطفل يعني أنا عندي بالبساطفهم الأطفال في كثير كثير فئات مختلفة يعني في عندي مثلا أطفال عايشين حياة تقريبا طبيعية يعني أهلهم بيشتغلوا شغل طبيعي ويروحوا على مدارس فغالبا بتكون أحلامهم عادية يعني مثل أي طفل عادي لما يكون شوي الطفل وضعه صعب يعني مثلا يتيم أو وضع أسرته سيئة أو مرأ بزروف سيئة أو تعرض لأشياء صعبة مثل قصف أو فقدان طبعا هون بتصير الأحلام شوي صعبة وفي بعض الأطفال بيرفضوا يحلموا الحقيقة فبس أنا كثير بيشتغل معوهم ومنحكي ومنوصل بالأخير للحلم يعني فعن طريق هذا هذا الشي والحكي اللي منحكي منوصل خلال هاي الورشة كثير مثلا في أطفال في طفلة رفضت إنها تحلم يعني قاتلي أنا ما بدي أحلام أنا بدي روح لعن بابا بابا بهولندا فقلت له طيب أوكي تعين طب إذا بدنا نروح لعن بابا شو بدنا شلون بدنا نروح مثلا فقاتلي بالطيارة طيب طب شو رأيك نرسم طيارة المهم يعني رسمنا طيارة وكان طيارة حلوة في أحد مثلا الطفلات أخرى كان صار تبكي تماما يعني هي أبوها متوفي ومشتقت له يعني وما ما قدرت تحلم الحقيقة بس لما حكينا تذكرنا شوي بابا تذكرنا شو كان بالدوياها بابا تكون فأبوها كان بالدوياها تكون طبيبة فقررنا أنه ترسم حالها كطبيبة لهذا الحلم اللي كان حلم أبوه وهو حلم الحقيقة ورسمنا ونهاية الورشة غالبا بيكونوا أطفال سعداء يعني دائما بقول أنه الشغل على الطفل كتير مشدي لأنه الطفل بيقدر يتخلص من مشكلاته النفسية بسأسرع بكتير من البالغين يعني فأنا بيراقي كتير مهم التركيز على الطفل الطفل هو مستقبل يعني هو المستقبل كرة الأرضية يعني هلأ مثلا وفي الأطفال السوريين اللي انتشروا هلأ بالعالم كلا ياتوا هن رح يكونوا جزء من هاي المجتمعات يعني نشئنا مقابينا جزء منهم أوكي حيرجع بالمستقبل لسوريا وفيه جزء حيضل فالعمل عليه كتير كتير مهم لأنه هن صاروا جزء من هاي المجتمعات وإذا ما نشغل عليهم فهذا خطر حقيقي يعني وهذا هون مسؤولية الحكومات أنا بوجه هون للحكومات اللي عندها بتستقبل أطفال سوريين أو غيرهم من أطفال لاجئين إذا ما نشغل على هدول الأطفال إذا نشغل عليهم نتائج رح تكون كتير إيجابية وكتير نتائج سريعة والأطفال بيقدروا ينتجوا بيقدروا يطلعوا لقدام ويخلصوا كتير من مشاكلهم بسرعة وإذا ما نشغل عليهم كتير كمان نتائج هتكون سلبية يعني فالموضوع معنه أبدا بسيط يعني موضوع الطفل معنه هيك شغلة بسيطة أو هنه جزء كتير سانوي يعني هنه جزء أساسي الحقيقة طيب قلنار أكيد التعامل مع الأطفال اللي يعني اللي جايين من مناطق صراعات مناطق حروب مناطق نزاع وعنف تحديدا يتطلب يعني نوع معين من التعامل ربما مهارات خاصة ما الذي يحتاج التعامل مع مثل هؤلاء الأطفال مقارنة ربما مع أطفال آخرين يأتون من بيئات فقيرة أو بيئات محرومة يعني لا شك أن من يأتي من بيئة فيها عنف وفيها حرب وفيها دمار يعني التعامل معه بيكون مختلفة إلى حد كبير مظبوط حكيك كمان يعني التعامل حيئة مع الأطفال خصوصي إذا كانت ظروفا صعبة ما نسهل هلأ أنا شخصيا عندي طرق يعني اللي أنا ابتكرتها ونفس الوقت أنا رجعت لمراجع يعني بشيء اسمه Art Therapy اللي هو العلاج عن طريق الفن والدعم النفسي هلأ فيه مراجع موجودة بالعالم وفيه هذا الشيء مانه يعني شي جديد فيه طرق كتير لأنه أنت اطالع الطفل من حالته ويقدر يعني شوي شوي خلص من مشاكله اللي هي مانا سهلة أبدا هلأ فيه كتير أشكال ما فيني أحكي هلأ بتفاصيلهم يعني بس بشكل عام العلاقة بشخصية اللي بيقوم بهذه الورشات يعني هو كتير مهم اطلاعه ثقافته تواصله القدرة على التواصل احترامه لهذا الطفل أعطيه كتير مهم أنه ينعطه فسحة من الثقة بالنفس كتير مهمة طولة البال كتير مهمة أنه أنت حتى تثق بهذا الطفل قد ما كان وضعه صعب أنه هو قادر أنه يتأبل أي فكرة أنت بدك تعطيهها أو تفتح له أفق جديد وفعلا هذا الشيء موجود قد ما كان الطفل وضعه صعب فيه باب تفوت عليه منه وتقدر تطلع القدراته الكامنة الكبيرة الموجودة عنده ففيه كتير طرق منه اللعب منه الفن وأنا كتير بركز على موضوع الفن والرسم بشكل خاص لأنه كتير هو طريقة لأنه هدول الأطفال يعبروا عن الشيء موجود عندهم وأنه الشغل مع هدول الأطفال ما يكون مرة أو مرتين يعني بقدر الإمكان أنه يكون متواصل طيب جولنار يعني ما يمعني لأنه مثلا مرة وضع الأطفال كما ذكرت أنت الآن موضوع الأهل يعني هل في أي تواصل مع أهل الأطفال لأنه يعني العلاقة بين الطفل وأهله العلاقة في هذا الوضع الصعب دور الأهل لمن يعني خرجوا معه أهله في هذه الظروف إلى أي درجة يعني مهم هنا طبعا كتير مهم يعني كتير بأسر الوضع الأهل هلأ أحيانا أنا بقابل الأهل فهذا الشيء كتير منيح يعني أنه أنا إذا وقت لي بقابل الأهل بنحكي أكتر عن موضوع أو عن طفل أو بيحكولي عن تفاصيل أخرى ولكن أيضا جزء من الشغل على الطفل هو في جزء تاني هو الشغل على الأهل والأم يعني المفروض دائما الطفل لما يكون من عائلة بحاجة أو لاجئة أو عندهم بعض المشاكل فيفضل أنه كمان إذا فيه كان مجال أنه ينشغل مع الأهل جلنار جلنار يعني على هذا الموضوع للأسف لأسف أنا موضوع في كتير حالات صعبة بس باختصار لو سمحتي هون الوضع السياسي كيف بيأثر يعني الأهل لأنه منعرف فيه يعني انقسامات سياسية إلى أي درجة تؤثر على الأطفال وعندما تتحدثين معهم باختصار لو سمحت آه أوكي هلأ بتختلف يعني الموضوع الانقسامات السياسية هلأ أنا بطلع منهم يعني أنا ما بفوت بهذا الموضوع الحقيقة يعني أنا لما بتعامل مع الأطفال ما بأثر طبعا فيه إلى تأثير بس أنا بوشاتي بركز على أشياء تانية عادية وطبيعية جدا مثلهم مثل أي الأطفال تانية نعم شكرا شكرا لك قلنار حاجو حاول تطلعهم مننا في عدد الأطفال شكرا جزيلا لك قلنار على وجودك معنا كانت معنا مباشرة من أسطنبول شكرا لكم